سبب تحليل الضوء في المنشور الزجاجي هو تمييز كل لون من ألوان الطيف السبع بي هتبقى رقم ألف زاوية الانكسار السؤال رقم اثنين نشاهد كثوفا جزئيا للشمس إذا وقعت الأرض في منطقة هتبقى الإجابة رقم ألف شبه ظل القمر السؤال رقم ثلاثة المكون الأساسي للعلوم لوصفه مجالا براسيا من وجهة نظر الشائع يتمثل فيه هتبقى رقم دال عمليات العلم السؤال رقم أربعة خلايا الدم الحمراء كرسية الشكل وذلك هتبقى الإجابة رقم جي لزيادة من ساحة سطحها الناقل للأكسجين السؤال رقم خمسة أهم مكون للمركبات العضوية هو هتبقى الإجابة رقم دال الكربون السؤال رقم ستة يعز ارتفاع البالون تيئة الهواء إلى العوامل التالية ما عدا هتبقى الإجابة رقم دال نوع مادة البالون السؤال رقم سبعة أكثر أهداف تدريس العلوم التي يفعب تحقيقها لدى المتعلمين هو تنميت هتبقى الإجابة رقم دال الاتجاهات السؤال رقم تمانية المصدر الرئيسي للطاقة في الخلية هو هتبقى الإجابة رقم دال الاتبي السؤال رقم تسعة يعد كل مما يلي هدفا للعلوم التكنولوجية ما عدا هتبقى الإجابة رقم دال ابتقار نظريات تفسيرية جديدة السؤال رقم عشرة تلعب النظرية العلمية دورا مهما فيه هتبقى الإجابة رقم جي تفسير الظواهر الطبيعية السؤال رقم حداشر عندما تنتقل الحرارة دون الحاجة إلى وسط ناكل فإن هذا النقل يكون من خلال هتبقى الإجابة رقم جي الإشعاع السؤال رقم اثناشر أي مما يلي يعبر عن وحدة قياس القوة هتبقى الإجابة رقم به نيوتي السؤال رقم تلاتاشر يحتاج الفيروس في عملية التقاطر إلى هتبقى الإجابة رقم دال خلية العائل خلية العائل ليضاعفها حمض النووي ليضاعف حمضه النووي السؤال رقم اثناشر أي مما يلي لا يحدث عندما تقل رطوبة العجينة الرطبة بالعمود الجافر هتبقى الإجابة رقم به ضعف قدرة العجينة على التوصيل السؤال رقم اثناشر يختلف شكل الخلايا النباتية لنفس النبات بسبب هتبقى الإجابة رقم جين صيامها بوظائف مختلفة السؤال رقم سستاشر تتمثل وظيفة العجينة الرطبة بالعمود الجاف في أنها هتبقى الإجابة رقم جين تعمل كموصل بين القطبين من الداخل السؤال رقم سبعتاشر نرى قطعة الفحم سوداء لأنها هتبقى الإجابة رقم أليس تمتص جميع ألوان الطيف السؤال رقم سبعتاشر الصفة التي تمتاز بها البرمائيات عن غيرها من الحيوانات الفقارية هي هتبقى الإجابة رقم أليس طور الحياة السؤال رقم ساعتاشر عدد الصغور على السطح العلوي لورقة النبات أقل من عددها على السطح السفلي لنفس النبات وذلك هتبقى رقم دال لتقليل كمية الماء المفقودة من النبات السؤال رقم عشرين ستتحول الصخور الرسوبية إلى صخور متحولة عن طريق هتبقى الإجابة رقم أليس الحرارة والضخل السؤال رقم واحد وعشرين ستحرك مياه البحر المتوسطة إلى قاعد المحيط الأطلنطي 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 السؤال رقم 23 تتركز قوة المغناطيس عند القطبين السؤال رقم 24 يتمثل دور معلم العلوم في كونه ستبقى رقم دال مرشد للصالب السؤال رقم 25 تدور الكواكب حول الشمس نتيجة التأثير ستبقى رقم به قوة الجذب العام السؤال رقم 26 أن يحدد الطالب العوامل المؤثرة في النمو في نمو النبات هدف سلوكي يتحقق عن طريق ستبقى الإجابة رقم بي ملاحظة نمو النباتات مختلفة في المعمل تتعرض لعوامل عدة السؤال رقم 27 أي مما يلي يضم عددا أكبر من الأنواع ستبقى الإجابة رقم دال المملكة السؤال رقم 28 إذا تم دفن المواد الآتية فأي منها يدخل في إعادة دورة العناصر في الطبيعة بشكل أسرح ستبقى الإجابة رقم B أوراق الكراسات السؤال رقم 29 أظهرت كثير من الدراسات أن ديل تنين تفقد خصوبتها باستمرار وقد استنتج أنه من الصعوبة بمكان السعادة ديل تنين لخصوبتها المفقودة حديثا هذه العبارة ستبقى رقم G خاطئة نظرا لأن مياه الفيضان لا زالت تحمل الطن السؤال رقم 30 أولى مظاهر الحياة على الأرض كانت من ستبقى الإجابة رقم B البكتيريا السؤال رقم 31 نقطة البداية في البناء العلمي هي ستبقى رقم B الملاحظة السؤال رقم 32 الأكاسيذ الحنضية هي مركبات تنتج من الثباط الأكسوجين مع إحدى هتبقى رقم به اللات للذات السؤال رقم 33 تعد البيانات العلمية نوعا خاصا منه هتبقى رقم دال التجارب السؤال رقم 34 أي مما يلي يعبر عن التربية أي مما يلي يعبر عن التبتيب الصحيح للأحماض من حيث الزيادة في القوة ستبقى الإجابة رقم G الهيدروكلوريك وبعدين حمض الكابريتيك وبعدين حمض الأكسيتيك وبعدين حمض الأكسيليك سؤال رقم 35 يمكن التعبير عن مساحة مساحة من الطبيعة وما فيها من مكونات متعددة حية وغير حية وما بينها من علاقات متشابكة ومتبادلة بمصطلح هتبقى رقم به النظام البياني السؤال رقم 36 تعد بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات الموجودة في مصر وهي تعاني من نسبة عالية من التلوث متعدد المصادر أي مما يلي لا يعد سببا مباشرا فيما تعانيه هذه البحيرة من التلوث هتبقى الإجابة رقم دال الاضطرابات المناخية السؤال رقم 37 يؤدي ميل محور دوران الأرض حول نفسه إلى هتبقى الإجابة رقم ألف اختلاف طول الليل والمهار السؤال رقم 38 الانقسام الميتوزي هو انقسام الخلية الذي ينتج عنه هتبقى الإجابة رقم ألف خليتان تحتويان كل منها على نفس منها نفس عدد الكروموسومات الأصلي السؤال رقم 39 تزيد كفاءة عمل الرافعة ب هتبقى الإجابة رقم دال زيادة طول زراع الكوة السؤال رقم 40 يرتبط العلوم بالمجتمع عن طريق هتبقى الإجابة رقم ألف التطبيقات السؤال رقم 41 في عرض علمي أمام الطلاب في المعمل كنت بإعداد تركيزات مختلفة من نطرات البوتاسيوم ثم وضعت كل منها في الصيص يحوي بادرات لنبات الفول وسألت طلابس ما الذي يمكن أن تختبره هذه التجربة فإن الإجابة الصحيحة المتوقعة هي أن التجربة تختبر هتبقى الإجابة رقم 0 تأثير تركيز نطرات البوتاسيوم على نبات الفول